موسيقى مصر الخير لكل مشاهدين في الوطن العربي وخصوصا الدول الأشقاء الأردن مصر فلسطين والعراق بحلقة جديدة تجمعنا ببرنامج بيت للكل بيت للكل ومن خلال أكيد الدول اللي بتجمعوا دائماً منقول فيه أنه إحنا منبني جنباً إلى جنب وإيد بإيد منبني بالعلمة والمعرفة والثقافة لأنها تعد أقوى الأسلحة بهاي الأسلحة منقدر أنه نبني الأمم والشعوب والحضارات ومعروفة أكيد عنها كشعوب أنه إحنا شعوب علم وسلام وأكيد التاريخ بيشهد على ذلك أكيد أليسة مساء الخير عليكي ومنورة استوديو القاهرة وأهلاً بيكي منورة بأهلها أكيد وأنا حقيقة يعني كان يعني تعليق بسيط حاسي حالي بين أهلي وبين ناسي وكأني مش أول مرة بشوفكم ولا بتعرف عليكم أكيد أنت في بيتين بيت مصر كبير وبعين بيت للكل صحيح فأهلاً بيكي دايماً وأهلاً بكل مشاهدي بيت للكل زي ما قالت أليكسندرا بالزبط بأن الحضارة العربية مش مرتبطة بس بالثقافة ولكن هي مرتبطة بالتاريخ عندما تمشي في كل دولنا العربية تقرأ التاريخ تقرأه مرة من الأثار تقرأه من الحضارات تقرأه من أشياء كثيرة جداً عندما تزور الأردن وزورت الأردن أنا أكثر من مرة نورتونا حضارات يعني زي حضارة الأدوميين كانت موجودة بجنوب غرب الأردن على الحدود مع فلسطين فإحنا بالدول مش بس إخوان إحنا بتجمعنا هذه الحضارات والحلو بالموضوع أنه إحنا عرفنا عن هذه الحضارات من الكتب طبعاً فأوقات كثير منقول لولا هذه الكتب ما قدرنا نعرف الشعوب كيف عاشت الحضارات كيف مبنات أو حتى لو أنت يعني نظرتي للأثار تقرأين التاريخ ولكن هناك حكايات وتفاصيل فالتفاصيل تنقلها الكتب أكيد لو بنتكلم على الكتب مشاهدينا عندما تقرؤون التاريخ وكأن التاريخ هناك جملة كلنا نرددها التاريخ يعيد نفسه صح هل نتعلم من التاريخ أم لا نتعلم والحقيقة كمان بأن لأن العرب كانوا يملكون من هذا التاريخ الفكر وكان الفكر يكتب في كتب كثيرة ومصادر كثيرة يعني أنا أعتقد لو عودنا بالتاريخ كنا قرأنا كل في كتبنا العربية الكثير من الثقافة الشعر، النثر، العلم، العلوم المختلفة، علوم الفلك والطب والرياضيات المختلفة والكثير من الكتب ولكن فكرة أن المغول عندما كان يستعمر ويحتل ويدخل كان يحرق هذه الكتب خوفا من أن هذه الثقافة تدوم ويكتشفها أصحاب البلاد ثم يقضونهم عن المغول ولكن أبدا لم تختفي الثقافة العربية يعني يمكن جزء كتير كبير من طمص الهوية للأسف اللي بيحاولوا كل المعتدين يقوموا فيه هي حرق الكتب أو يعني إنها تكون مش موجودة حتى ما تتحدث عن التاريخ يعني فيه بقولة بتقول إذا حرقت كتاب فأنت حرقت إنسان وإذا حرقت كتاب مصنف فأنت حرقت أمة وشعب يعني هذا بدل قديش أهمية الكتب يعني في عالم فرنسي اسمه بيير كوري حقيقة حاصل على جائزة نوبل بالفيزيا بعام 1902 قال إنهم قدروا يتمكنوا من تقسيم الذرة من خلال استعانتهم بـ 30 كتاب بقيت أيام الحضارة الأندوليوسية فتخيلي لو بقيت آلاف الكتب كان ممكن فعلا إنه ننتقل بين المجرات الفضائية زي ما حكى قدير ممكن من خلال الكتب تقدر تعرف علم أكثر تقدر تعرف قصص وحكايات أكثر تقدر تاخذك إلى تطورات بشكل كتير كبير ولكن للأسف الشديد يعني حرق الكتب اللي صار في التاريخ أثر بشكل يمكن سلبي ولكن إحنا مواصلين ورح نظل مخافظين على كتبنا وعلى الحضارة أكيد اللي موجودة فيها أكيد يعني موضوع شارع المتنبي الحريق اللي شهدوا هذا الشارع في البلد العريق العراق الحبيب يعني واحد من الأشياء اللي أثر أكيد بشكل سلبي فهي حدث من هذه الأحداث ولكن عارفة عودته بقوة الآن وبشكله الحديث يعني أكدت بأن الحضارة باقية مهما حاول الجميع وتحدثت أنت عن شارع المتنبي وشواتيني حقيقة لا الواحد أنه يشاهده بالحلقات السابقة ففعلا يعني الحضارة مستمرة وباقية بإذن الله صحيح أن المكتبات لها أهمية كبيرة هي مش فقط توثق للمعرفة وأيضا للثقافات ولكنها أيضا تصون الكلمة زي ما بنقول طول الوقت يعني أنت تدخل إلى عالم المكتبات وكأنك تدخل للتاريخ أنا ما زلت أتذكر أليكساندريا افتتاح مكتبة الأسكندرية التجديد الخاص بها منذ سنوات وكنت مزيعة لسه في البدايات وكان حفل كبير وضخم جدا لأنه أتى إليها رؤساء وملوك من العالم وهنا سعلا تقدرين أهمية الثقافة والكلمة لأنها هي التي تقيم الأوطان في النهاية خلينا نروح لزملنا العزيز خميس ويكمل هو أيضا من جانبه من فلسطين العزيزة طبعا شافكي عبارات مؤلمة للكاتب والمربي والباحث خليلة سكاكيني التي قال فيها الوداع يا دارنا يا دار الأمة يا ملتقى أقطاب السياسة ورجال الصحافة وكبار الخطباء والثنانين من مصر ولبنان وسوريا والعراق الوداع يا مكتبتي يا دار الحكمة يا رواق الفلسفة يا معهد العلم يا ندوة الأدب الوداع يا كتب نفيسة القيمة المختارة تلك العبارات التي تعبر عن حالة الألم والحزن الكبيرين قيلت بعد سرقة العصابات الصهيونية للمكتبات العامة والخاصة الفلسطينية بعد موجات التهجير القصرية عام 48 سرقة الممتلكات الروحية لا تختلف عن سرقة الأرض وثرواتها التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا إلا أن الاحتلال لم ينجح في سرقة إرادة الفلسطيني الذي ظل يقاوم هذا المحتل بكل الوسائل وطرق ومنها الإنتاجات الأدبية إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية تمت بمرسوم من السيد الرئيس أبو مازن ويعتبر هذا من أكبر المشاريع الوطنية والثقافية في فلسطين لأن هذه المؤسسة والمكتبة الوطنية هي تعتبر المخزن للموروث الثقافي الفلسطيني التاريخي عبر كل الأزمنة وعبر كل العصور مهمتها حفظ الذاكرة والرواية والتاريخ والوجود الفلسطيني جمع المخطوطات والوثائق وكل ما كتب عن فلسطين سواء كان مكتوبا أو مرئيا أو مسموعا وحفظه في المكتبة وتصنيفه وأرشفته رقميا وأطلع العالم والجمهور والمستفدين والباحثين على التاريخ الوطني الفلسطيني أهمية هذا المشروع أنه يأتي في ظل الحرب والعدوان المستمر الصهيوني على الرواية الفلسطينية على الذاكرة الفلسطينية على الوجود الفلسطيني ومنذ بداية الاحتلال منذ النكبة حتى الآن حتى حرب غزة ما زالت حكومة الاحتلال تدمر الموروث الثقافي الفلسطيني المعالم التاريخية الفلسطينية تدمر كل ما يتعلق بالوجود الفلسطيني التاريخي على أرض فلسطين سرقت الكثير الكثير من المخطوطات ومن الأرشيفات ومن الوثائق ومن الكتب في حرب 48 في حرب 67 والآن في هذه الحرب الدموية على قطاع غزة دمرت أكثر من 200 موقع تاريخي وأثري من مسارح من مكتبات عامة من جامعات من متاحف من أسواق شعبية كل ما يتعلق بتاريخ غزة العريق وهذا سياسة سهيونية ممنهجة لشطب التاريخ الفلسطيني لشطب الرواية والسردية الوطنية الفلسطينية ومن هنا تأتي أهمية للمكتب في الحفاظ على هذا التاريخ على هذا التراث الوطني الفلسطيني إن شاء الله ستنطلق عمل المكتبة في وقت قريب بعد أن قمنا بترميم المكان الذي أصدره الذي تبرع به السيد الرئيس وهو قص الضيافة سابقا وللتحول إلى مكتب وطنية نحن في نهاية عملية الترميم وبدأنا بإعداد كل اللوايح والأجهزة والكوادر التي ستعمل في مشروع المكتب الوطنية لننطلق إن شاء الله في عملنا وبمقييس دولية ومعايير عالمية تحافظ من خلالها على تاريخنا على ثقافتنا على فكرنا على هذه الكنوز الثقافية التي تعرض للتدمير والسرقة والنهب والطمس والمحو على يد الاحتلال الصيوني عمل المكتبة وعمل كبير هذا مشروع قومي مشروع سيادي مشروع يتعلق بالأجيال الفلسطينية يتعلق بالحفاظ على حياتنا وعلى تاريخنا ونقل المعرفة نقل هذا المنتوج الثقافي الفلسطيني العريك والكبير جدا نقل إلى العالم إلى كل أجيالنا الفلسطيني المكتبة الوطنية ستكون من خلال ما تجمع من مخطوطات ومصنفات وكتب وكل ما يتعلق بالتاريخ الفلسطيني يكون مفتوحا أمام الجمهور أمام الباحثين أمام المختصين وأيضا ستكون هي تستقبل كل ما يتم إنتاجه وكتابته إنتاجه سواء فني أو كتابي أو مسموع كل ما يتعلق بالثقافة الفلسطينية وكل ما يتعلق بالإبداع الفني ستستقبل هذه المصنفات وهذه الكتب وهذه النتجات ستستقبلها وتودع وفق نظام خاص في المكتبة الوطنية الفلسطينية طبعا ومن خلال زميلنا خميس بعرفنا أكثر عن أهمية يمكن الكتب بشكل كتير كبير وإحنا بنعرف الكتب والمكتبات ويمكن حكت شافكة عن مكتبة الإسكندرية وأنا حقيقة يمكن من المكتبات اللي أثرت فيه في الجامعة لأن المكتبة كانت كبيرة وواسعة وكان على وقتنا إحنا لازم نعمل أبحاث ولازم نعمل يمكن دراسات ومصادر وأنا أميل إلى الكتب التقليدية الورقية ففعلا يمكن هاي هلأ رجعتين شوي بالذاكرة وإحنا بنقول دائما المكتبات هي بتنقل المعرفة من جيل إلى جيل هناك المكتبات الوطنية هناك المكتبات العامة هناك المكتبات الموجودة في المدارس وكل هذه المكتبات هي في الحقيقة هدفها واحد وهو نقل المعرفة وإحنا شهدنا أكيد يمكن معرض القاهرة الدولي للكتابة في الأيام الماضية وتحدثنا عنه في حلقات سابقة وهذا دليل على أهمية المكتبات لمصر وأيضا للدول العربية اليوم يمكننا راح يكون معنا بي اليوم إحنا في تجافة الأردن اليوم من الأردن ضيقنا حتى يحدثنا أكثر عن المكتبات الوطنية في الأردن راح يكون معنا الدكتور نضال أحمد العياص روحه مدير عام المكتبات الوطنية في الأردن ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر زي ما تكلمنا في البداية في المقدمة مع حضرتكم عن المكتبات العربية وأهميتها في صون ونقل المعلومة ولكن أيضا لو نقلب أوراق التاريخ نقرأ التاريخ معكم فسنقرأ كيف تم كمان التعدي على هذه المكتبات وعلى الثقافة وعلى التاريخ العربي دعونا نتكلم باستفادة ونتكلم أكثر مع التاريخ مع ضيف بيت الكل اليوم الدكتور نضال أحمد العياص مدير عام المكتبة الوطنية بالأردن أهلا بحضرتك يا دكتور أهليين ستة بارك الله فيك نور هير تسلمي على ستة يسعد مسعك دكتور نضال ويمكن أن أبدأ سؤالي الأول اللي يمكن شوي سؤال صعب من كلام شافكي وأسألك لو ما تم حرق المكتبات شو كان صار شكرا ستة أليكساندر وشكرا ستة شافكي وأسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الانتنان إلى القائمين على هذا البرنامج لإتاحة الفرصة للإطلال على الجمهور العربي وتوضيح وإيصال فكرة حول المكتبات وحول الكتاب حيث أن المكتبات هي حافظة لذاكرة الأمم بالتأكيد كما تقدمت ستة شافكي في البداية وقالت بأنه يتم عملية إعدام العقول من خلال تدمير المكتبات على مر التاريخ لا شك بأن هذه المكتبات لو لم تعدم لكان هناك باعتقادي تطور أكثر لأن التطورات التي تحدث على المستوى العالمي وعند كافة الشعوب هي سببها ما يكتب وما يطبع وما ينشر وما يبث من معارف هذه المعارف يتم عملية قراءتها ويتم إنتاج معرفة جديدة تساهم في عملية تطور الأمم وتطور البشرية بشكل معامل دكتور ميضال يعني أنا الحقيقة بحس أن المكتبات العربية هي فيها مش بس معلومة هي فيها الفكر وثقافة العربية المتنوى وحرق المكتبات في الزمن وفي التاريخ كان حرق للفكر وكأنه يتصور أنه ستكون هناك إبادة للثقافة وهذا يعني لو ضربنا أمثلة مثلا نتذكر ابن حزم مثلا والحرق الكبير للمكتبات وعلى زمن آخر ابن رشد ابن رشد ونفس الحرق يعني واضح أنه دي كانت الأداة للحرب على الفكر نفسه بالتأكيد ستة الفاضلة دعونا أيضا نعود إلى المغول الذين قاموا بإعدام المكتبات وهناك شواهد بأن النهر في ذلك الوقت كانت الأحبار تطفو في النهر في ذلك الوقت صحيح وإحنا حكينا ده في المقدمة نعم وهذا دليل بصراحة على أنه ما يتم تدوينه من تاريخ وثقافة ليس فقط تدمير للشعوب لأن الشعوب فيما بعد سوف تنتج شعوب أخرى ولكن هذا الفكر بصراحة قد يكون فريد وقد يكون نوعي فعملية طمس التاريخ بصراحة وطمس الهوية وطمس الثقافة وطمس العلم هي الأخطر على الشعوب من طمس الشعوب نفسها يعني دكتور رضال حرق الكتب تم ولكن نحن نحاول قدر الإمكان أكيد من خلال المكتبات وعلم المكتبات نقل كافة المعارف وكافة التطورات وكافة الإنجازات وكافة أيضا الثقافات للشعوب الأخرى فالمكتبات هي حافظة للعلوم بشكل عام وهذه المكتبات سابقا إذا نرجع للتاريخ من لديه مكتب كان يقوم بعملية حفظ المكتبات أو الكتب بسلاسل من حديد من أجل المحافظة على هذا الفكر وعلى هذه الثقافة وعلى هذه المعرفة فالمكتبات بشكل عام هي حافظة وناقلة للحضارات وأيضا تساهم المكتبات في التطور الذي يحدث لدى الأمم من خلال الفكر المكتوب في هذه الكتب وهذه الوثاق طيب خلينا كده نتكلم يعني نقول نحمد الله لأن العصر الحديث الآن هو عصر توثيق والمكتبة الآن ليست مجرد كتب موجودة على أرفف ولكنها بقت مسجلة إلكترونيا فمن يريد تمس الهوية لن يستطيع الآن فإذا خلينا نتعرف أكتر بقى على نوع المكتبات واختلافها المكتبة هناك عدة أنواع للمكتبات على مر العصور فهناك المكتبات كانت موجودة في أماكن العبادة فكان يطلق عليها مكتبات المعابد وأيضا المكتبات عند النبلاء في القصور في المدارس الآن إذا أردنا أن نتكلم عن المكتبات فهناك المكتبات الأكاديمية والتي تقسم إلى مكتبات الجامعات ومكتبات الكليات هناك المكتبات المدرسية وهناك المكتبات المتخصصة سواء كانت في الوزارات في المراكز البحثية في النقابات سواء كانت الطبية أو الهندسية أو غير ذلك وهناك أيضا المكتبات العامة التي تقتني مصادر معلومات دعيني أطلق هذا المصطلح مصادر معلومات لأن المكتبات لا تقتني فقط الكتب فهناك الدوريات وهناك المراجع وهناك الخرائط وهناك الوثاق وهناك المواد السمعية والبصرية والسمعة بصرية والإلكترونية لذا سميت المكتبات العامة لأن مقتنياتها عامة وتخدم فئة من عامة الشعب هناك المثقف وهناك تعليم متوسط وهناك تعليم جامحي والفاحث وغير ذلك أما بالنسبة للمكتبات الوطنية فهي المكتبات التي تعنى بجمع وحفظ النتاج الفكر الوطني وتنظيم هذا النتاج الفكر الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة تفضلتي وتكلمتي عن موضوع حفظ الذاكرة أو حفظ الموروث الحضاري من خلال التكنولوجيا دعيني أقول بكل صراحة بأن هناك إيجابيات للمكتبات التقليدية وأقصد هنا المكتبات التي تقتني مصادر المعلومات الورقية والوسائط التقليدية كالكستات على سبيل البثال أما بالنسبة للمكتبات الإلكترونية والخزن الإلكتروني أو التخزين الإلكتروني أو الحفظ الإلكتروني هناك مشكلة أخرى نحن نعاني التكنولوجيا لها سلبيات طبعا فهناك التدمير والإعدام لكثير من الوسائط الإلكترونية من خلال الاختراقات أيها الصحة على سبيل المثال فلا يعني بأن مصادر المعلومات الإلكترونية هي غير معرضة للتدمير أو غير معرضة للتزوير أو غير معرضة للتخريب فلكل نوع من أنواع مصادر المعلومات له إيجابياته أو المكتبات لها إيجابياتها فواكرة تقليدية ولها سلبياتها وأيضا الوسائط الإلكترونية أو المكتبات الإلكترونية أو المكتبات الإفتراضية أو المكتبات بدون جدران أو المكتبات المؤتمة لاحظي أنا بحكي عدة مسلمات لأنه أيضا المكتبات الإلكترونية مرقت في عدة مراحل يعني دكتور ريضال عم يتحدث دائما مع الإيجابيات بيكون في تحديات ومن ضمن التحديات زي ما تفضلت وقلت يعني سواء كمكتبة تقليدية أو كمكتبة رقمية ممكن يكون في تحديات وهذا دور يمكن الدول بشكل عام الحفاظ على هذه المكتبات وخاصة المكتبات الوطنية ونحن نحكي يمكن ببيت للكل بيجمع أربع دول الأردن ومصر فلسطين والعراق وكلهم بيحتووا على مكتبات وطنية حدثنا عن دور المكتبات الوطنية بشكل عام في الأردن والتعاون ما بين هذه الدول للنهضة والتنمية المستدامة التي تحققها المكتب الوطنية سكراً ستة الكريمة دائماً أقول بأن المكتب الوطنية هي أم للمكتبات الأم تلم فكل المكتبات اللي حكيت عن أنواعها قبل شوية المفروض أنها تكون تحت مظلة المكتبة الوطنية فالمكتبة الوطنية سواء كانت في الأردن أو في أي دولة من دول العالم تعرف بأنها المكتبة التي تعنى بجمع وحفظ النتاج الفكر الوطني بغض النظر كانت وثائق كما حكيت قبل شوية أو كتب أو كافة أنواع مصادر المعلومات الأخرى فهي بمثابة دائرة الأحوال المدنية أنا أشبه المكتب الوطنية بدائرة الأحوال المدنية ليش؟ لأن المكتب أي مولود معرفي أي كتاب أي دورية يجب أن يكون لدى هذا المولود اسم طبعاً عنوان ويجب أن يكون وصف لهذا المولود المعرفي ويجب أن يكون لهذا المولود المعرفي رقم وطني وأيضاً يمكن الحصول على رقم معياري دولي هذا الرقم بمثابة جواز سفر يستطيع الكاتب أو المؤلف أن يتنقل وينقل هذا المولود المعرفي إلى أي دولة من دول العالم ويسوق ويثبت بأن المولود المعرفي هذا الكتاب هو مؤلفه والده على سبيل المثال هو المؤلف لكن المكتبات الوطنية دائماً تساهم في عملية تطوير المكتبات على المستوى الوطني المكتبات الوطنية تصدر ما يسمى باسم الببلوغرافيا الوطنية وأشبه أنا الببلوغرافيا الوطنية بدفتر العائلة دفتر العائلة يحتوي على كل المواليد وكل الأبناء والبنات الموجود أيضاً المكتب الوطني يجب أن تصدر سنوياً ما يسمى باسم السجل الوطني للنتاج الفكري على سبيل المثال في عام 2023 طيب هنا يحضرني سؤال مهم جداً دكتور ندال يعني أهمية كمان الملكية الفكري يعني أنا ككاتب عندي الحق بكتباتي وإنها تبقى مكتوبة باسمي وأنا صاحب الرواية صاحب البحث صاحب برائة اختراع مسجلة موجودة في المكتبة كل هذه يعني تخضع له حقوق الملكية الفكري أحياناً ممكن أن تسافر الأفكار إلى بلاد أخرى ويتمناها ناس أخرين ودون الاهتمام بالكاتب الأصلي هنا أيضاً دور المكتبات في الحفاظ على الملكية الفكري في كل دولة من دول العالم هناك هيئة فعلى سبيل المثال بجوز في مصر الهيئة المصرية للملكية الفكرية في الأردن ما يميز المكتبة الوطنية الأردنية عن بعض المكتبات أو الغالبية العظمى من المكتبات الوطنية العالمية بأن المكتبة الوطنية تقوم بثلاثة مهام رئيسية فهي عبارة عن أرشيف وطني وهي عبارة عن مكتبة وطنية وأيضاً لديها مكتب اسمه مكتب حق المؤلف يعني بالحفاظ على حق المؤلف والحقوق المجاورة هذا يعني بأن هناك سكوك دولية هناك اتفاقيات موقعة وملتزمة بها هذه الدول سواء كان على المستوى العربي أو على المستوى العالمي فعلى سبيل المثال للحصر أمس كان عندنا اجتماع في الجامعة العربية للجنة الملكية الفكرية على مستوى الوطن العربي المكتبات الوطنية أو الهيئات التي تعنى بحق المؤلف والحقوق المجاورة هي أعضاء في المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية هذا يعني بأن هناك جهات تعنى بالحفاظ على حق المؤلف والحقوق المجاورة لاحظوا ليش بحكي حق المؤلف والحقوق المجاورة؟ هناك بعض المسلسلات على سبيل المثال بعض البرامج هناك حقوق للمنتج هناك حق على سبيل المثال للمهندس الصوت حق لمهندس الإضاءة لكاتب النص فهناك حقوق معنوية وهناك حقوق مادية قد يتنازل المؤلف عن حقوقه المادية ولكن الحقوق المعنوية محفوظة الذي قام بعملية كتابة النص لا نستطيع أن نغير هذا النص ونضعه باسم شخص آخر وهذا يمكن دكتور نضال اللي بيحث المؤلف على الإبداع يعني أوقات كثير يمكن صرقة الحقوق بتعمل إحباطة كثير من المبدعين لأنه هي المولود الخاص فيهم اللي بينتجوا هذا المؤلف أو حتى بموضوع الإختراعات بيحضرنا سؤال يعني تفضلت تقول الدكتور نضال إنه المكتبات الوطنية مسؤولة على العديد من المعلومات البيانات والمعرفة شو الفرق ما بين البيانات دائما أنا أشبه البيانات بالمواد الخام البيانات لا تعتبر ذات دلالة لكن بعد معالجة البيانات تصبح عبارة عن معلومات والمعلومات تعتبر ذات دلالة وذات معنى التراكمية تولد فيما بعد التراكم هذا لهذا المعلومات تتولد فيما بعد إشي اسمه المعرفة وأحيانا نحكي عن أنه شخص يستطيع أن يولد المعرفة من كسرة القراءة على سبيل المثال في موضوع ما يستطيع هذا الشخص أن يخرج بفكر هذا الفكر أو هذا الإبداع يجب أن يصان ويجب أن أشجع المبدع يجب أن يكون هناك مردود سواء كان مادي أو معني صحيح كي يعيش على سبيل المثال ويطور هذا المبدع أو هذا المبتكر الصناعة تبعه على سبيل المثال أو الابتكار تبعه ويعود في النهاية عليه بالنفع المادي والمعنوي لكن إذا تركت الأمور بهذه الطريقة بالتأكيد سوف يكون هناك نوع من الإحباط وعدم الإعاشة بالنسبة للمبدع فيجب أن نحفظ حياة كريمة للمبدع وللمبتكر كي يبدع أكثر ويبتكر أكثر خلينا نروح للأشياء يعني أحيانا دلوقتي بقى فيه خلينا نسميها أحيانا فيه كتابات تجارية يعني بمعنى إيه؟ مغازلة الشهوات مغازلة أفكار رديئة مغازلة إرهاية أو يعني التمسك بأفكار فيها نوع من أنواع الإرهاب أو ضد الأوطان أو ما شابه من أفكار وخطاب الكراهية وخطاب الكراهية كل هذه أيضا موجودة في كتب وأحيانا تدس من خلال مكتبات هل تنتبه مثلا يعني خلال ناخد مثلا من خلال حضرتك المكتبة الوطنية في الأردن هل لها معايير في قبول كاتب في قبول محتوى في قبول فكر يعني لها أيضا قبول ورفض اتجاه معايير كثيرة؟ دعونا الآن نفكر نميز ما بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية عندنا في الأردن على سبيل المثال الرقابة القبلية مش موجودة لكن الرقابة البعدية موجودة في بعض الدول على سبيل المثال نحن نحكي الآن عن حرية الرأي وحرية التعبير ولكن ألا يكون حرية الرأي والتعبير على حساب الآخرين على سبيل المثال أن لا يكون حرية الرأي والتعبير بث الكراهية على سبيل المثال والفتن وغير ذلك هذا يعني بأن هناك كتب تكون على سبيل المثال أو مصادر معلومات ممنوعة ليس فقط في المكتبات بكل مؤسسات المعلومات حتى في محطات التلفزي هناك معلومات وهناك مقاطع على سبيل المثال لا تسمح العادات والتقاليد والقيم ببث مثل هذا المعلومات ليش؟ لأنه سوف يؤثر فيما بعد بشكل أو بآخر على النشأ الجديد أو يؤثر نفسياً أو يؤدي إلى بث الكراهية وعلى سبيل المثال بث المشاكل وغير ذلك من هذه الأمور لذا يجب أن تكون هناك رقابة على ما يطبع وما ينشر وما يبث صحيح عادة في المكتب الوطنية نكتب على سبيل المثال لا نستطيع أن نقرأ الآن ولا في أي دول من دول العالم تستطيع أن تقرأ كل ما يكتب وكل ما يطبع صحيح صحيح حتى لا يتم دس السم في العسل صحيح يعني بيحضرني سؤال حلق دكتور نيضال يعني مؤخراً صدر قانون حق الحصول على المعلومة في الأردن نعم من قبل أكيد البرلمان أدي بيتعلق بموضوع المكتبات الوطنية فيما له علاقة بقانون حق الحصول على المعلومات المسودة تم عملية المصادقة عليها من قبل مجلس النواب والآن هي في الطرق التشريعية الأخرى هي في اتجاهها إلى مجلس الأعيان الأردن تعتبر من أولى الدول العربية اللي فيها قانون حق الحصول على المعلومة القانون موجود لكن إحنا بناء على توجهات سيدي صاحب الجلالة تم عملية توجيه الحكومة بتحديث وبتطوير قانون حق الحصول على المعلومة ليتماشى مع الممارسات الفضلة العالمية لك الحق في الحصول على المعلومة ولكن هل لديك سبب مشروع على سبيل المثال؟ وشو رح تعمل بالمعلومة؟ ايوة إضافة إلى ذلك بعض المعلومات متاحة نحن نحكي عن الإفصاح الاستباقي فموازنات على سبيل المثال الوزارات والمؤسسات ما له علاقة بالبرامج ما له علاقة بالموظفين هذه عبارة عن إفصاح استباقي كل مؤسسة تقوم بعملية الإفصاح عن هذه المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني ولكن في كل دولة من دول العالم هناك معلومات سرية لها علاقة بالأمن الوطني لها علاقة على سبيل المثال بأمن الدولة قد معلومات تضر باقتصاد هذه الدولة هذه المعلومات ستة الكريمة قد ممنوعة ليس فقط في مصر أو في الأردن في كل دول العالم المعلومات التي تمس الأمن الوطني هي معلومات سرية طيب اسمح لنا نأخذ استراحة نأخذ فاصل فيها ولمشاهدين إذا كنا نتحدث اليوم عن المكتبات عن المعرفة فهناك أيضا المقولة التي تقول قل لماذا تقرأ لأقول لك من أنت عودوا إلينا بعد فاصل قصير إنجازات وراء إنجازات حققتها مصر في كل المجالات على كل شبر من أرضها ومهما كان الحملة قيل قادرين نخطي المستحيل الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل جمهورية العلم والعمل قواتكم المسلحة هتحميها وشبابها هو اللي هيبنيها تعالى شوف بنفسك جمهوريتنا الجديدة وصلت فين شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة عودة مرة ثانية لدكتور نضال أحمد العيسرة دكتور نضال من شرفنا في بيت للكل الحقيقة أنا يعني عايزة أسأل حضرتك أيضا سؤال خاص بمعارض الكتب يعني معارض الكتاب لها أكثر من قياس قياس إقبال الناس وحبة الناس إقبال الناس على الكنز والمعرفة والثقافة وأيضا هي زخيرة جديدة لكل المكتبات العربية فكيف تراها يعني يمكن في القاهرة يعني كان منذ فترة معرض الكتاب واللي قارب أكثر من 2 مليون زاروا هذا المعرض فكيف ترى هذه المعارض وماذا تقدم أيضا للمكتب العربي ستة الكريمة أنا أشبه أقول عن هذه العبارة عن تظاهرة ثقافية تظاهرة للأمانة هي تظاهرة ثقافية ليش؟ يعني ليس فقط مكان لعرض الكتب وبيع الكتب هناك فعاليات ونشاطات مصاحبة لهذه المعارض سواء كانت العربية أو العالمية فعليا عبارة عن تظاهرة ثقافية عصرية تتلاقى فيها الإبداعات والابتكارات والعلوم والمعارف ولحسن الحظ عندما كنت مديرا لمكتبة جامعة البلقاء التطبيقية بأني زرت معرض الكتاب في القاهرة وفي الدول العربية الأخرى أكثر من المرة نلاحظ بأننا نقوم بعملية تغذية لاحظ يجب أن نغذي مكتباتنا بكافة أنواعها بالفكر الجديد وبالعلم الجديد وبالروايات الجديدة وبدواوين الشعر الجديدة فمن خلال المعارض بتم عملية تلاقح وتزاوج الأفكار ويولد معرفة جديدة فأطلع على سبيل المثال على فكر علماء المكتبات في مصر هم بطلعوا على فكر علماء المكتبات في الأردن بطلع على آخر الأبحاث وآخر الدراسات وآخر المستجدات فهذا يساهم في عملية نشر الوعي الثقافي في عملية تطوير العلم بشكل عام لأنه من خلال هذه المصادر الموجودة في المعارض سواء كانت ثقافية سواء كانت عبارة عن كتب لها علاقة بالمناهج الدراسية أو إلى علاقة بالمناهج التي تدرس في الجامعات فكثير من الكتب على سبيل المثال يتم اعتمادها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ليس فقط الأردنيين يعتمدوا كتبهم على سبيل المثال كنا نعتمد كتب زملائنا أعضاء الهيئة التدريسية قد نفتقر على سبيل المثال في دولة ما لتدريس مساق ما قد لا تكون الكتب كافية لتدريس هذا المصادر فأنا ممكن على سبيل المثال من خلال معارض الكتب أطلع على ما استجد حديثا في مجال اهتمامي في مجال اختصاصي في مجال تدريسي في مجال بحثي صحيح يعني دكتور نضال يمكن بحلقات سابقة قد حدثنا عن الثقافة العربية وقديش بتجمع الدول هذه الثقافة ولكن أوقات كتير بتختلف الإبداعات ومن خلال المعارض يمكن اللي بتصير في هاي الدول بيتشاركوا كل الأطراف هاي الإبداعات وأيضا التجارب يعني اللي ممكن تجربها دولة وتنجح فبتاخدها للدولة أخرى أكيد لا تقدر إنها تعيد التجربة طبعا حضرتك قادم من الأردن وضيف اليوم ببيت للكل خلنا نعرف يمكن أكتر دور الأردن في دعم المكتبات في دعم الشباب الأردني بشكل عام حتى يظل الشباب يعني يلتفت للكتاب ويظل الكتاب جزء من حياته للثقافة والعلم والقراءة أشكرك على هذا السؤال إذا أردنا أن يكون لدينا مجتمع قارئ فيجب أن نبتدئ من اللبينات الأولى في المجتمع ألا وهو الأطفال والنشئ كي نجعل هذه العادة عادة القراءة موجودة لدى المجتمع لا بد أن نبتدئ من حيات اللبينات الأولى في المجتمع فإذا أردنا أن نتكلم عن دور حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بكافة المؤسسات فلنأخذ مثال على سبيل المثال وزارة الثقافة وزارة الثقافة هي تساهم في عملية نشر الوعي الثقافي من خلال على سبيل المثال للحصر مكتبة الأسرة عندما تقوم بطباعة الكتب وتقوم بعملية تسويق هذه الكتب بمبالغ رمزية يعني الكتاب لما يكون ثمنه ربع دينار وهذه الكتب ليس فقط للكبار فهناك تركيز بشكل كبير على الكتب التي مخصصة للأقصال التي مكتوبة بطريقة بسيطة مكتوبة بطريقة جذابة ألوانها جذابة وأيضا مصورة هناك على سبيل المثال كتابة وصورة فهذا النقطة الأولى النقطة الثانية نحكي أيضا بما أننا نحكي عن نشر الثقافة من خلال المسارح من خلال معهد الموسيقى من خلال الأمسيات التي تقوم بها كافة المؤسسات الثقافية في الأردن فإشهار الكتب في المكتبة الوطنية على سبيل المثال إشهار دواوين الشعر أيضا الأمسيات الشعرية التي تتم في المكتبة الوطنية في المركز الثقافي الملكي ما تقوم به مدريات الثقافة يعني معالي الوزيرة حكت سابقا بأن كل مدير ثقافة هو عبارة عن وزير ثقافة في محافظته أيضا خلينا نحكي الآن عن المنتديات الثقافية إذا أخذنا وزارة التعليم العالي أيضا هناك تشجيع هناك عمادة شؤون الطلبة فمن خلال النشاطات اللي بتقوم فيها الجامعة من خلال تشجيع الجامعة لأعضاء الهيئة التدريسية في عملية التأليف فهذه المؤسسات أيضا وزارة الشباب فهذه المؤسسات تُعنى بعملية نشر الوعي الثقافي من خلال البرامج المختلفة أيضا ما تقوم به مكتبات الجامعات ما تقوم به مكتبات المدارس أيضا المسابقات المشاركة أبنائنا الطلبة في العديد من المشاريع اللي بتتم على مستوى الوطن العربي مسابقة التحدي تحدي القراءة على سبيل المثال سابقا كان في الأردن أوائل المطالعين أيضا بالنسبة للشعر كل هذه بصراحة برامج بتساعد وتساهم في عملية نشر الوعي الثقافي والمعرفي طبعا كل اللي حضرتك ذكرته ده يعني مجهود كبير بتبدل الدول الحقيقة من خلال المنابر الرئيسية الوطنية اللي موجودة والمؤسسات ولكن خلينا بقى نقترب أكثر من الشارع لأن الحقيقة حياة الشارع ولغة الشارع في عالمنا العربي أصبحت اليوم مختلفة الشارع إقاعه سريع وأحيانا لا يجد الوقت لكل هذه المنتديات فبقى الاتصال دائما إما باليوتيوب كمكتبة أو إما بالسوشيال ميديا لتلقي أو صفحات بتبقى عبارة عن مكتبة بيقدموا فيها مراجعات لكتب فالناس بتعرف والله الكتاب ده قيم فيشتروه من خلال مؤثر من خلال مؤثرة من خلال سوشيال ميديا فأصبح العالم الافتراضي والإنترنت هو مكتبة موازية للمكتبات الرئيسية إزاي نقدر إحنا ما نبقاش كمان بعاد عن الشارع وفي نفس الوقت نبقى بندعم المكتبات الوطنية هل نقدر إحنا كمان من خلال المكتبة الوطنية نبقى موجودين على مواقع التواصل بشكل كبير علشان إحنا المصادر الرئيسية إحنا اللي عندنا الكتب إحنا اللي عندنا المعلومة الصحيحة وهكذا أنا بحب أطملك إنه المكتبة الوطنية مواكبة لتطورات التكنولوجية في عملها فعلى سبيل مثال تفضلتي وتكلمتي عن موضوع إنه ليس لداء المواطن الوقت كي يذهب للمكتبة الوطنية ويحضر على سبيل المثال أمسي شعرية أو يطلع على كتاب ما إحنا ما نقوم بعملية البس لكافة البرامج وكافة النشاطات اللي بتنفي المكتبة الوطنية من خلال صفحة للمكتبة الوطنية على الفيسبوك من خلال صفحة اليوتيوب كل المكتبات يجب على كافة المؤسسات أن تستخدم بصراحة الوسائط التكنولوجية حتى في مجال الطب أصبح للآن نستخدم الوسائط التكنولوجية أصبح لأن العلاقة عن بعض أصلا إذا لم نقم بعملية مواكبة التطورات التكنولوجية بالتأكيد بصراحة سوف يكون هناك تراجع بالنسبة لهذه المؤسسات التي تعنى بنشر الثقافة وبنشر المعرفة فعملية استخدام ودخول التكنولوجية لا يعني بصراحة هناك تأخر التأخر يصبح عندما لا تقوم هذه المؤسسات في توظيف هذه التكنولوجية وهذه الوسائط في عملها على سبيل المثال إضافة إلى ذلك كثير من المؤسسات الآن تفضلت وقلت ليس لدى القارئ الوقت أن يقرأ هذا الكتاب قد يعمل مستخلصات وهو عبارة عن زبني لهذا الكتاب مستخلصات تتحكي ما يقتني أو ما يتكلم عن هذا الكتاب أيضا الآن تفضلتي وحكيتي عن السوشال ميديا وعن الوسائط الإلكترونية في عمل ليس فقط بصراحة المكتبات الوطنية المكتبات العامة أيضا المكتبات الجامعية المكتبات الآن تقدم خدمة وصلة حديثا للمكتبة أي كتاب جديد يوصل للمكتبة تعلن عنهم من شلال أو أحسن المبيعات اللي هي البست سلم الأكثر الأكثر مبيعا دي برضو بتخلي بتعمل مادة جف لناس تبقى عايزة تعرف ليه دا أكثر مبيعا يعني فيها فضول دكتور ريضال يعني زي ما تفضلت وحكيت يعني لازم يكون في مواكبة للتطور حتى تقدروا تستفيدوا أكيد من التطورات اللي عم بتصير مؤخرا والسريعة لنخلي الشباب بالوطن العربي يكونوا شباب قارئين بشكل أكبر وخاصة لكتب يمكن كمان محددة تقدر أنها تغني فكرهم ولكن لما متحدث عن أيضا البحث العلمي يعني إحنا منعرف أنه مش بس عربيا عالميا أصبح الاهتمام بالبحث العلمي لما يأتي منه من فوائد شكل كتير كبير حتى عنا في الأردن يعني أصبحت الجامعات هلأ كلها تحاول قدر الإمكان تهتم بموضوع البحث العلمي للطلاب شو دور المكتبات في موضوع البحث العلمي المكتبات توفر مصادر المعلومات للبحثين كيف يبحث وكيف يطور حكيت في بداية اللقاء بأن المعرفة تتولد عندما يقوم الشخص في عملية البحث والقراءة في أكثر من مادة مكتبية الآن نحن نعرف أنه طلبة الدراسات العليا سواء على المستوى الماجستير أو الدكتوراه أو أعضاء الهيئة التدريسية هم المعنيين بالدرجة الأولى بصراحة في عملية البحث العلمي نهيكم عن المراكز البحثية كالأطباء على سبيل المثال والمهندسين وغير ذلك المكتب بشكل عام وخصوصا بالمكتبات الأكاديمية والمكتبات الوطنية يجب أن تقتني مصادر المعلومات الحديثة كي ننقل هذه المعرفة لطلبتنا على سبيل المثال في الجامعة فمسئولية المكتبة الجامعية أو مسئولية المكتب البحثية أن توفر مصادر معلومات حديثة ومصادر معلومات مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية أيضا عضو هيئة التدريس في أي جامعة من الجامعات إذا لم يقدم إنتاجا علميا أو أبحاث يتم عملية الاستغناء عن خدماته أيضا تصنيف الجامعات على المستوى العالمي هناك بنت خاص بما يتم إضافة من بحوث لأعضاء الهيئة التدريسية على مستوى الجامعة أيضا ليس فقط هذه الأبحاث أيضا قد تكون يعني يجب أن تكون في قواعد بيانات وتصنيفات عالمية عندما يتم تصنيف الجامعة بأن هذه الجامعة على المستوى العالمي رقمها مثلا 300 أو 500 يأخذ بعين الاعتبار أيضا الأبحاث التي يتم إنتاجها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية الموجودين في هذه الجامعة أيضا لما نحكي عن طالب دراسات عليا هذا الطالب يقدم رسالة والرسالة هي عبارة عن بحث وهذا البحث بحاجة إلى مصادر كي يستند عليها على سبيل المثال ويدعم هذه الرسالة بمصادر بحثية ليس فقط وطنية وليس فقط إقليمية تشترط أن تكون الدراسات حديثة والدراسات ليس فقط إقليمية ولكن استند على دراسات علمية ويستطيع أن يخرج بفكر جديد وبتوصيات جديدة هذه التوصيات وهذه الاستنتاجات تساهم في عملية تطويره سواء كان طبيا في مجال المكتبات في مجال اللغة في مجال الكيميا والفيزياء وغير ذلك أنا شخصيا هتوقف عن الحديث الرسمي ها هي أوراق بيك للكل وحسأل سؤال شخص نحن في ديافة مدير عام مكتبة مهمة المكتبة الوطنية بالأهدن ماذا تقرأ وماذا تقتني عندما تسافر إلى معارض الكتاب في دولنا العربية ولا تحدثني عن السياسة والأشياء الصعبة حدثني عن الأشياء البسيطة التي من وقت إلى ثاني تحب أن تقرأ فيها أحكي بصدق بصدق سابقا كنت أقرأ أكثر عندما كنت محاضرة في الجامعة وعضوها التدريس قبل ست سنوات كان لدي متسع من الوقت للقراءة أكثر كي أحضر فكرا جديدا لطلبتي في الجامعة الآن في الوقت الحاضر أحكي بصدق أقرأ كتب التاريخ وأقرأ الروايات منهمك بصراحة في الأرشيف الوطني أحب أن أطلع على الماضي الجميل أي روايات تقرأ للأمانة أحكي أنا أحكي أرشيف وليس الأرشيف في الوقت الحاضر لأننا بصراحة منحل الماضي ومنعشق الماضي ونشم رئاحة الماضي بشيء من الجمالية لكن تقدم إلي أثناء إشهارات الكتب وأثناء إشهارات الدووين الشعرية تقدم لي معلومات وتقدم لي كتب وقصص وروايات أقوم بقراءة البعض منها لأن للأمانة لا أستطيع أن أقرأ كل ما يقدم لي وإلا في هذه الحالة سوف أترك عملي وأنهمك في عملية القراءة حكي يعني دكتور رضال حديث لا يمل حقيقة وخاصة لما تتحدث عن المكتبات وهلأ الحديث اللي حكيته عن الأرشيف حاليا ما بعرف إذا عم بتصير بعكم ولكن أغلبنا عم بيصير عنده نوستالجيا للماضي يعني حنين للماضي بشكل كتير كبير ولما بيتطلع على الأشياء الأديمة بيتذكرها وفعلا يعني بتخلق عنده حالة عرفة لي يا أكسندرا ليه نشتاق إلى الماضي نحن نقرأ الماضي بلا مسؤولية ولكن عندما نقرأ الحاضر نشعر بالمسؤولية يعني لماذا هذا طب ماذا أفعل لماذا أفعل ذلك يعني إلا بيحصل برضو يعني اسمحوا لي أضيف اللي ما عنده ماضي ما عنده حارب وإحنا بصراحة نستفيد من التجارب السابقة كي لا نقع في الأخطاء في الحاضر أو في المستقبل حتى لا نكرر الأخطاء نعم يقال دائما الباحث هناك مقولة تقول الباحث الجيد يبدأ من حيث انتهى الآخرين صحيح وليس من حيث ابتدأوا كي لا يقع في أخطاء الباحثين اللي قبل يعني لأنهم قطعوا شوط أكيد كثير كبير بيقدر أنه يستفيد منه نورتنا ببيت للكل دكتور نضال أحمد العياصرة مدير عام المكتبة الوطنية في الأردن وأكيد أمنياتنا بالتوفيق الدائم لإلكم يعطيكم ألف عرفية شكراً ستة إليكساندر نورتنا شكراً ستة شافي وكل الشكر والتقدير أهلاً وسهلاً للقائمين على هذا البرنامج نورتنا في القاهرة والله نورك كفاية وأنا بحس حالي بصراحة في بيتي لأنه هذا فعلاً بيت الكل في مصر الحبيبة الصديقة الشقيقة للأردن صحيح أكيد وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجكم بيت للكل أكيد منقولكم ما تصبحوا على ألف خير ومنبتقيكم بحلقات قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة